وصلنا معكم مشاهدين إلى آخر محطاتنا الصباحية وهذه المرة آخر أخبار التكنولوجيا وسامسونج تعلن عن نوت 10 وتغيير على طريقة أبل حيث أعلنت شركة سامسونج أنها ستكشف عن هاتف جديد في السابع من شهر أغسطس المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية وهو ما يؤكد شائعات تقنية يجري تداولها منذ فترة وبحسب موقع إنجاجد فإن هاتف جالكسي نوت 10 الذي ستعلن عنه الشركة الكورية الجنوبية سيكون واحدا من أكثر هواتف السلسلة تقدما من حيث المزايا واكتفت شركة سامسونج بصورة مبهمة في الإعلان عن طرح الهاتف إذ لم يظهر سوى قلم ذكي وفي أسفل عدسة كاميرا لكن عدة تقارير تقنية نشرت تخمينات بشأن هذا الجهاز ويرجح الخبراء أن هذا الهاتف الجديد سيحافظ على التصميم الذي تميزت به سلسلة هواتف نوت لكن الجهاز أيضا سيأخذ بعض خصائص جالكسي S10 مثل وضع عدسة الكاميرا في نقطة وسطة ضمن الجزء العلوي من الجهاز في غضون ذلك سيتم وضع قارئ البصمة داخل الشاشة وسيتيح الجهاز نسختين اثنتين إذ سيكون هناك شاشة بمقياس 6.3 بوصات إلى جانب هاتف من مقياس شاشة 6.8 بوصة هذا هو هاتف نوت 10 بلس ومن المرجح أن يكون هاتف نوت 10 بلس متوافقا مع شبكة الجيل الخامس فيما سيحمل القلم المرفق بالجهاز مزايا جديدة بدوره وتذهب أيضا الشائعات إلى أن هذين الهاتفين لن يضم منفذا للسماعات على طريقة أبل وهذا الأمر قد يشكل مصدر إزعاج للمستخدمين لسيما أن تجربة أبل في هذا الصدد لم تلقى استحسانا كبيرا أما الثقب الذي يسمح بإدخال بطاقات الذاكرة في العادة إلى هواتف سامسونج فقد لا يكون في أحد الهاتفين الجديدين حتى وإن كانوا يستخدمون جهاز الكوري الجنوبي قد ألفوا هذه الميزة طيلة سنوات استخدام أجهزة سامسونج